الوقاية من الحر والاحتباس الحراري وضربة الشمس هل بتختلف حسب عمر الطفل ولا النصايح واحدة؟ لا طبعا الطفل الرضيع لغاية سنتين ده مختلف تماما عن الطفل اللي بعد كده اللي ممكن يبقى فيه عنده درجة تحمل أعلى لأن المعدل السطحي بتاعه في السن الصغير ده كبير يعني ممكن يجيلوا حرارة من حرارة القوضة الحر يعني نسا كان عندي حالة يعني اللي قاعد في البيت ما عندهش تكيف مثلا ممكن الطفل البيبي اللي قال من سنتين طب يجيلوا ضربة شمس وخصوصا نطفل رضيع او مش ضربة شمس يجيلوا احتباس حرارة احتباس حرارة فتلاقيه سخن تحصل كتير جدا أنا لسا شايف بارح أكتر من حالة نتيجة برضو النصايح الغلط إن احنا طفلين المروحة طفلين التكيف منلبسينه لبس تقيل عشان سخط لا عشان هو لسا رضيع لا كويس بالعكس ده هو المعدل السطحي بتاع جلد بتاعه يخليه ولسا الجهاز العاصي بما اكتملش بالاضافة لإن الهيتينج سنتر أو مركز الحرارة في الموقع لسا ما اكتملش فبيتأثر جدا بحرارة الجو يسخن من الجو فبتنصحهم بايه التفلة قال من سنتين بصي احنا نصيح هتقول لنا نصيح جوه البيت ونصيح برا البيت طيب احنا نصيح برا البيت دي انا مش عايزين من 12 ل 4 5 مش عايزين خروج إلا للضرورة مش طيب لكن لو نكلم في البيت تهوية القضاء يعني فكرة حنفتح الشباك حيدا خلينا صهد بصي لو ما فيش تكيف ففي مروحة تغير بس ما بقاش مباشرة عالطف مكتوبة في جامعة كامبرج اعتقد ايقارتها لو حلة فيها تلج تتسافر قضاء ما تحطش قدام مروحة شايفنا تحط مروحة تعمل زي تكيف ده بيلطف الجو القضاء دي حر شو ممكن نروحي قضاء تانية يكون اقل حدة شوية يعني نحط حلة وفيها تلج اه ده بيعمل تلطيف للجو طب ليه ما حطاش قدام المروحة عشان ما بقاش طيار مباشر طب ايه المشكلة شوية سقعة شوية تراوي بيبقى مش في اتجاه الطفل اوكي ممكن نعملها بس مش في اتجاه الطفل حس لطة في الجو ميش الملابس القطنية الخفيفة فكرة ان انا عاد في تكيف طول اليوم فمش محتاج اخد شهر عشان حر لا محتاج برضا لازم اه طلطيف للجسم وارواق للجسم شرب المياه نفسه طبعا هنقولي شرب المياه من سنة دي احنا قولنا قبل كده بالحلقة اللي فاتت اه ست شهور من ست شهور من اربع شهور ينفع لو بياكل اه وينفع لو جو حر قوي قد الطفل الرضيع ينفع احنا قولنا يحتاج الطفل انه يشرب بعد ما يبدأ يياكل طبعا عندي سؤال الام اللي حرانا هتطلع لبن سخن للبيبي ولا بينزل بالك؟ ما هو ده التكيف بتاع الجسم ينزل بنفس الدرجة يعني هينزل ايه؟ اه بنفس درجة الجسم العادية اللي هي 37 اه مهما كانت الست حرر بقى مهما كانت حتى لو حرارة 40 تمام الحمد لله ده من لطف ربنا والله شرب المياه لأم طبعا مهم جدا عشان يضرر لبن برضو اه الطفل دوت يلبس ملابس قطنية ياخد شهور يشرب مياه يتهول مكان كويس نغير من مكان لمكان كل الحاجات دي اه لو فيه تكيف ماشي يعني ايا كان مهم من يكون تلطيف الجو حوالي ده مهم اللبس بتاعهم بقاش كتير درجة التكيف تتزبط على كام يا دكتور افضل حاجة للتكيف الرضي في العادي من 23 ل25 23 بالنهار و25 بالليل طبعا لو الجو حر او ممكن نزود لو زودنا مثلا ل22 21 لو حرارة عنيفة زي كده ما فيش مشكلة هي احنا بنعرف ان الطفل ده ودي شروط التكيف بواجه عام ان الطفل دول لو اطرافه ساعة يبقى ساعة من التكيف لو اطرافه ده يبقى ليس حران لو اطرافه حلوة يبقى خلاص كويس فانت دي تقسيها حسب الطفل نفسه وانت في الدور الكام والتكيف حلوة يعني عوامل كتير عشان نعرف اللي باب من فوق سنتين ممكن بقى نملالهم البني ونسيبهم يبلبطوا كده في الواية في الحمام بقى فاتحين الباب مهمة جدا مهمة جدا والله مش عايزة اقولك يعني اللي بيحصل ايه اه انا عايزة اقولك انه الاحتفاس الحالية وضربات الشمس الشديدة من الحاجات اللي ممكن تعمل متلازمة الموت الفجائي اللي الرضيع دي مكتوبة بالاسم في درجات الحرارة من غير سبب كده طيب بعد الشر اه فدي برضو فبالتالي الحر الشديد برضو يا جماعة نخلي بالنمين زي ما نخلي بالنمين من الساعة واللافل الحر الشديد برضو كده الشرب الميا السوايل لو الطفل اكبر من من 4-6 شور يشرب ميا يشرب عصاير مش مستحبة لعصاير قبل سنة اه بس في الجو الحر يعني يعني احلاهم امر احنا ككبار في ناس لو ما عندهمش التكيف بس ما هيقولولي ايه بنستحمى ونطلع مبلولين نلبس لبس على مبلول يعني نسيبه كده هو يطري علينا هل الاطفال يستحملوا حاجة كده ينفع بس مش مباشر يعني مباشر الهواء مباشر عليهم اه طالما فيش مروحة تمام مروحة او التكيف مهوي اه ومباش مثلا طيار التكيف جاي مباشرة على الطفل لا لو ما فيش تكيف انا بقول مروحة عادي بس مش مباشرة على الطفل لو ما فيش مروحة ينبسوا ويبلوا نفسهم كده تهوية لما كان والشاورة او الحموم يوميا واكتر من المرة في اليوم بس في السن الصغير under supervision اللي يازم يكون تحت عنيكي شايفاه لان احنا بيشوف حوادث كتير جدا 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 من قصة دي يعني وقاش احنا بنعمل عشان شوائد حر فالطفل يا قد رأي يحصل له مشكلة كبيرة سلم يا رب سلم يا رب نعم طيب نصايح بقى للسن اللي هو الاكبر عند الخروج يخرجوا من كام لكام وان نصايح قولنا من 12 الاربعة خمسة بلاش منها قبل او بعد ممكن بلاش نقعد في شمس مباشرة في مكان ما فيش تهوية يعني لو مكان حر ومقفول خالص ما فيش تهوية ده ده يعمل برضو احتباس حرارة وحرارة لو المشوار مش مهم يفضل ما نروحوش طبعا شرب الميا باستمرار باستمرار شرب الماء ده مهم جدا جدا تغطية الرأس بغطاء للرأس او تغطية العين بالنضارة كل دي حاجات بتدي حماية من الحرارة المباشرة واللبس القطني الخفيف بنتي بتنزل تمرين البسكت ساعة ساعة خمسة ساعة ساعة ستة ساعة سبعة اقامش من 12 الاربعة بس برضو الجو بيبقى حر جدا 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 شرب الميا شرب الميا واللبس خفيف يشربوا ميا والتمرين لو هو دي يعني حتى انت لو بتشوفه في ماتشات الكرة ده وقت بيدوا بريك كده في النتيجة الحرارة الجو لو حياتك شفتها يعني الساعة اللاربعة بتاع الماتش الكرة بيدواهم بعد نص ساعة بريك اه يشربوا ميا بالضبط فهي نفسي قصة كده يعني لو هي في العادي بتشرب مرة في التمرين الساعة دي يشرب مرتين ثلاثة تمام